روشيتة ايه؟ طيب قبل الروشيتة في حاجة صغيرة في اختيار النشأ هو مش اختيار على اساس فني او نفسي بس لا كمان تعليمي لان فيه مدرب اسمه كريستين ستريتش ده مدرب كان لفرايبورج وراح أستون فيلا مسك قطاعات الشباب والنشئين بتاعتهم عمل قرار ان لازم الفرق 17 و 18 و 19 سنة يحصلوا على 34 ساعة في الاسبوع تعليم لان اللاعب والناشئ والشاب المتعلم بيبقى اقدر ان هو يكتسب مهارات يعني اكتر وفي نفس الوقت كمان لان 80% من الشباب دي ما بتكملش كورة فما بعد ان هو خلاص هو بطل كورة ان لازم يبقى متعلم على الاقل عشان يقدر يتعامل حتى لو يكمل في الكورة وبقى نجب لازم يعرف يتعامل مع نجوميات دي عشان احنا شفنا الرشتة بقى الرشتة هو تلخيص للكلام اللي احنا اتكلمنا عليه وتجربة الالمانية اللي انا شفتها مناسبة لنا شوية او شبهنا شوية هي على كل المستويات سواء على مستوى النشئ واللعيبة الصغيرين سواء على مستوى الدولي الممتاز بتاعنا على كل الجوانب بتاعت الكورة المصرية بتاعتنا طبعا المراكز حلوة البردية اللي انت جابت حلوة البردية عشان الرشتة المصرية لازم اللمسة بتاعتنا اول حاجة يبقى في مراكز لاكتشاف المواهب ودي اول حاجة جمال قالها هي فكرة القعدة ان احنا نعمل قعدة من اللعيبة تاني حاجة هي منح للحصول على دورات ورخص معتمدة للمدربين ويتحط لها قواعد وتبقى الزمية بالنسبة لاي مدرب هيدرب سواء لعيبة ناشئين او شباب او على مستوى الدرجة الاولى دقائق لعب اكتر للعيبين الشباب في الدرجة الاولى ودي انا كمين عندي فيها فكرة ان هي تبقى مربوطة بعوائد البس للاندية ان هي يعني لو انا مش هلعب لعيبة شباب تمان يعني انت لسه هتفضل في الدوري بس يبقى فيه شوية حوافز للاندية اللي بتلعب لعيبة شباب على مراحل معينة من الموسم الرياضي عودة الجمهور عشان الجانب النفسي بتاع اللعيبة وتعاملهم مع الضغوط تنظيم الاستحواز على الاندية زي ما اتكلمنا على الاندية بتاعت الشركات والاندية الشعبية واخيرا هي برامج تعليمية للناشئين بتفكرنا بمدرسة الموهوبين مش بس كانت بتعلم من ناشئ أساسيات الكورة والرياضة لا كمان هي كانت حياة متكاملة كنا بنطلع ناشئين على المستوى الفني وعلى المستوى التعليمي حاجة يقدروا يتعاملوا مع النجومية دي ويكملوا في التعليمي